موجودين مع حضراتكم في مهرجان العالمين في النسخوت الأولى ومعانا الميجا سوبرستار راغب علامة والحقيقة أنه يعني وجوده في المهرجان بيضيف الكثير للمهرجان راغب علامة يمكن اتربينا على أغنية وكل الأجيال دايما بتسعد بأغنية وبتغني معاه وبنفرح معاه وبنتعلم معاه ووجوده في مصر شيء كبير جدا بالنسبة لنا ونورنا في العالمين يا رقم مرسي انت شفت تربيتي حلوة المصريين بيحبوك قوي وبنستناك وانت كمان ما بتغيبش عننا وكان ليك تصريحات وانت جاي العالمين انه متشوق للحفلة في العالمين وانه يعني مهرجان العالمين الحفلة هتكون من أقوى الحفلات في الموسم ده